طريدة الإنفاق القرآن الكريم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قاف الآية 45 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الزريات 55 يقول صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل ضعفه الألبان قولوا لمن قال أنا أعلم علمت شيئا وغابت عنك أشياء يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكان اللهم عتي ممسكا خلفا وعتي ممسكا تلفا صحيح مسلم 1752 ويقول الله في الحديث القدسي يابن آدم انفق ينفق عليك البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف صحيح بخاري ويقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه إيناء الليل وإيناء النهار ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها صحيح البخاري واحد المسلمين مستخلفين في مال الله تحديد الملكية في القرآن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الحديد سبعة قضية الملكية هي من أهم القضايا التي تحدد التوجه النظري في الفكر الاقتصادي ما بين من نفى الملكية على الإطلاق واعتبر كل ما هو موجود مشاع بين البشر جميعا لا يملكه أحد الشيوعية ومنهم من أطلق حرية الملكية وحماها وحافظ عليها بسلطة الدولة والقانون الليبرارية وهناك من أقل بالملكية ولكن وضع لها حدود وشروط وقيود تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع والمال ومنه الأملاك فالمال كل ما لك وليس النقود فقط مال الله على الإطلاق ولكنه استخلف الإنسان عليه وبعد ذلك سارسه الله الوارث فلله ميراس السماوات والأرض وفكرة الاستخلاف أو التمكين في الأرض أو الاستعمار هي من المفاهيم الحاملة للرؤية الإسلامية لغاية وجود الإنسان في العالم ويعني الخليفة أي من ينوب عن الله أو يمثل الوكير الرسمي لله أو مفوض من الله وللاستخلاف منهج وشرع وتعاليم الآية تحص على الإنفاق في كل أوجه تحقيق الخير للإنسان وأن الله يؤجر على ذلك الإنفاق أجرا كبيرا والسؤال الذي طرح تاريخيا هل المال الموجود في بيت مال المسلمين هو مال المسلمين كما رأى عثمان بن عفان أم أنه مال الله كما رأى أبا زر الغفاري وهل لله في المال حق غير الزكاة المفروضة المحددة بربع العشر للمال الذي مر عليه الحول الذي أمر بإعطاءه للفقير المال مال الله أصلا والإنسان مجرد مستخلف فيه حرية التصرف وفق منهج الاستخلاف لا يعني ذلك عدم حرية الإنسان في التصرف فيما يملك من مال ما حكم في ماله فما ظلم ولكنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك التصرف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى الوقت وعن جسده فيما أبلى العافية وعن علمه ماذا عمل فيه العلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال صححه الألباني على الإنسان أن يتحرى مسادر الكسب ومصارف الإنفاق ما أفاء الله على رسوله من أهل الكرة فلله وللرسول ولزو الكربى ويتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحشر سبعة من مصارف الإنفاق زو الكربى أي يتامى المساكين ابن السبيل ذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه زو الكربى ويتامى والمساكين وأبناء السبيل المحتاجين فالإنفاق أو الزكاة هي أموال تأخذ من أغنياء المسلمين وترد لفقراءهم اثنين مشكلة القطور الإنساني كل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا الإسرائمية طبيعة القطور الإنساني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم فاطر إثنين ولأين سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول أن الله كل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هم كاشفات در أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الزمر ثمانية وتلاتين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فاطر خمستاشر إن هذا الرزقنا ما له من نفاز صاد أربعة وخمسين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الإسراء عشرين إبراهيم والماجوسي إن إبراهيم كان أمها قانطا لله حنيفة ولم يكن من المشركين النحل مية وعشرين عبادة إطعام الطعام واقتحام العقبة عند نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء قصة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وضيفه الماجوسي كان من عادة نبي الله إبراهيم عليه السلام أن لا يأكل طعاما إلا مع أحد الضيوف وهذا حرصا منه على التمتع بأجر عبادة إطعام الطعام وذات يوم انتظر كثيرا ولم يأته أحد فجلس ينتظر إلى أن رأى رجلا كبير السن فدعاه للطعام وكان هذا الرجل جائعا جدا فقرب إليه سيدنا إبراهيم الطعام وبدأ سيدنا إبراهيم بالبسملة ولكن الضيف لم يسمي فقال له إبراهيم لماذا لم تسمي بسم الله فقال له الرجل إنني مجوسي عندئذ قال له سيدنا إبراهيم ليس لك طعام عندي وترده شر ترد وهنا تدخلت العناية الإلهية ونزر جبير عليه السلام ينقل لإبراهيم عتاب من الله له حيث يقول له على لسان الله يا إبراهيم إن هذا الرجل له سبعون سنة يعصيني ويكفر بي وأنا كل يوم أسوق له رزقه أما أنت من أجل لقمة ترده وهنا قام إبراهيم عليه السلام جاهدا يبحث عن الرجل إلى أن وجده وقال له تعالى معي فقال له الرجل ماذا حصل بعد أن ترتني قال له نبي الله إبراهيم إن الله عتبني فيك تفضل وكل من الطعام ما شئ قال الرجل هكذا دينكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسوله الرزق بغير حساب لرب كريم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أربقر أمتين واثناشر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آل عمران سبع وعشرين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ليغزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب النور ثمانية وتلاتين هذا عطاؤنا فأمن أو أمسك بغير حساب سات تسعة وتلاتين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضى الله واسعة إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر الآية عشرة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من زكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب غافر أربعين التحذير من البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينة النساء سبعة وتلاتين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد الحديد أربع وعشرين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون التوبة ستة وسبعين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين قفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يسين سبعة واربعين ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمسا لكم محمد ثمانية وثلاثين الاستبدال ذكر في حالتين الفرار من الجهاد والبخل وأما من بخل واستغنى الليل ثمانية عقوبة الكنز والإضخار مشاير حجل الزمن عدم الثقة بالله وسوء الظن به في إنزال الرزق اللهم اجعل رزقنا كفافة الإرشرة بيد ينفع فيهم لسويت ثقافة الحصالة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرحبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون التوبة 34-35 اختلف أبو زر الغفار ومعاوية في تفسير الآيات قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقال أبو زر نزلت فينا وفيهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات والأرض والله بما تعملون خبير آل عمران 180 ابن آدم إنك تبزل الفضل خيرا لك وإن تمسكه شرا لك ولا تلام على كفاف بشر الكاندين بكى في الجباه وكيف الجنوب وكيف الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم أي مال ذهب أو فضة أو أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه أي ينفقه في سبيل الله قال الرسول يا أبا زر أعلمت أن بين أيدينا عقب لا يصعدها إلا المخفون فقال أبو زر أمن المخفين أنا أمن المسقلين أمن المخفين أنا أمن المسقلين فقال الرسول عندك طعام يوم قال نعم وطعام غد قال نعم وطعام بعد غد قال لا فقال له رسول الله لو عندك طعام ثلاث كنت من المسقلين فلا اقتحم العقبة وما أدراقنا العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم زي مزغبة يتيما زامك ربة أو مسكيما زامك ربة صورة البلد إن المال في الإسلام الكلام لأبي زر للغفاري لا مهم له عند صاحبه بعد سداد ضرورة البدن إلا تحصير البر بالنفس وهو زاد الآخرة فاجعل المال درهمين درهم تنفقه على عيالك ودرهم تقدمه لآخرتك بإنفاقه في سبيل الله والذي يشمل الإنفاق في إنشاء المشروعات التعليمية والإنتاجية والخدمات الصحية وغيرها والثالث يدرك ولا ينفعك لا ترد ثم صاحب أعلى صوته يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا ما يسرني إلا أن لا أجد يوما أموت معي مال وعندي منه دينار أو نصف دينار إلا أن أرصده لغريم قولا يهود على الله لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول زوقوا عذاب الحريق آل عمران 181 وقالت يهود ياد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء المائدة 64 اتقاء شح النفس يؤدي للفلاح دنيا وآخرة وفضل الإيصار فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوكي شح نفسه فأولئك هم المفلحون التغاب 16 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوكي شح نفسه فأولئك هم المفلحون الحشر الآية 9 اللي يحتاج البيت ما يحرمش على الجامع البخاري جزء 8 صادق 120 رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نساؤه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجلا من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال كريمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سرجك ونومي سبيانك إذا أراد عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سرجها ونومت سبيانها ثم قامت كأنها تسرح سراجها فأتفأته فجعل يريانه كأنهم يأكلان فبات طاوين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحق الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويئسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقي شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثلاثة وعد الإخلاف كل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبأ تسعة وتلاتين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وقه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أربقى امتنين وسبعين وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون الأنفال ستين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير البقرة مية وعشرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروقهم والحافظات والزاكرين الله كثيرا والزاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة الأحزاب 35 الإسلام الإيمان القنوت وهو كمال الطاعة الصدق الصبر الخشوع التصدق الصيام حفظ الفرق ذكر الله البعث الرياء يحبط أجر الإنفاق الذين انفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا النساء 38 لم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين التوبة 18 الرياء من أمراض القلوب وهو خشية الناس وطلب مدحهم المستمر واعتبار صورتنا أمامهم والخوف من أقوالهم وأفعالهم إذ فريقا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية النساء 77 لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذابا أليم آل عمران 188 والأخطر من الرياء منع الفعل خوفا من الرياء والخوف من الرياء رياء وهو أمر يتعلق بعدم استقاب النفس وعدم وضوح نية وقصد الإنسان أمام نفسه فيكون الخوف من الرياء أو اتهام الناس له بالرياء دافعا لأن يتصرف الإنسان بشكل متوتر وغير سوي ويمتنع عن الفعل العبادي لأنه يشك أنه من رياء نفسه وهنا أجمع العلماء بأن الإنسان إذا خاف من أنه يظن أنه يرائي عليه أن يفعل الفعل الذي يخاف منه بالقصد وديه لله ولا يبالي لأن هذه وسوسة من الشيطان لمنع الفعل وقيل خوفا رياء رياء فكثيرا منها يعرف الحديث المشهور الموجود في بخاري سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفخ يمينه وهذا يطرح قضية السر والعلانية في الصدقة خمسة السر والعلانية في الإنفاق الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة 274 إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير البقرة 271 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم عقب الدار الرعد 22 ما هي عقب الدار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إبراهيم 31 ومن النص نكتشف أنه لا فرق ولا أفضلية للصدقة الخفية عن المعلنة أو المعلنة عن الخفية بيع فداء خلال صداقة ولكن الطيار المنتشر شعبيا يفضل الصدقة الخفية ويذكر الحديث النبوي السابق ليقي ذلك من أي حساسية اجتماعية والصدقة المعلنة لها مميزات وفوائد جمة لطبيعة الإنسان بأنه مقلد للغير وبه غيرة في الخير حيث يحب أن يكون الأفضل فإنه عندما يرى أحدا يتصدق أمامه فأنه بدافع التقليد سيشجعه ذلك على التصدق فتكون الصدقة المعلنة قدمت القدوة والإرشاد بشكل غير مباشر كذلك رغبة الإنسان في أن يكون الأفضل وغيرته تشجعه على التصدق كذلك رغبة الإنسان في أن يكون الأفضل وغيرته تشجعه على التصدق عندما يرى المتصدقون يتصدقون ليس هذا فقط بل إن كون المتصدق عليه منظور ومعلن تجعل الناس يعطفون عليه ويوجهون صدقاتهم إليه لأنهم سبق لهم أن رأوه يأخذ صدقة فعرف أنه محتاج كما يساعد الفقراء في معرفة منهم أهل الخير المعارج 24 والذين في أموالهم حق معلوم الذي يعطون فيتوجهون إليهم دائما عند الحاجة 6- المن والأزى وإفساد الإنفاق المن هو إدعاء الفضل وقسر عين الفقير تطعم الفم تستح العين والأزى هو الضرر المباشر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أزى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقراء 262 يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأزى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمنوا بالله ويوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتلقه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين البقراء 264 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أزى والله غني حليم البقراء 263 ولكن نود الإشارة إلى مفهوم أعمق من مفهوم إلقاء أو رمي الصدقة في وجه الفقير دون وعي بالمفاهيم التضامنية والتكافلية وحمل مسئولية المسلم لأخيه المسلم التي أمرنا بها الشرع فالمؤمنون إخوة وعليهم أن يساعدوا بعض وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو أثر ذلك على المجتمع ككل فربما عنايتك بمن تتصدق به بالنظر إليه وإلى حاله وإمكانياته يجعلك تساعده بشكل أفضل فمن الطبيعي أن تساعده ولكن من الأصوب أن تساعده على أن يساعد نفسه وأن تهتم بحاله وظروفه دون أن تكون هناك حساسية من فكرة المن والأزى والزل عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى حلس قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب به الماء قال ائتني بهما فآتا بهما فأخذوما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا أخذهما بدرهم فقال من يزيد على درهم مرتين أو سلاس قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصار وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبزه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأتا به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أريد أن يك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشر الدراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتى في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لسلاسة لذي فقر متقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع فمساعدة الفقير على أن يساعد نفسه من خلال تقديم فرص له والعناية بأمره وحاله ودراسة إمكانياته هي ما تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمع متضامن متلاحم متكافل وليس الصدقة مجرد إلقاء أو رمي المال في وجه الفقير والمرور بسرعة دون أن تعلم يمينك ما أنفقت شمالك ودون محاولة مساعدته بالفرص والخدمات الغير مادية خوفا أن يكون في ذلك نوعا من المن والأزع هو سلوك غير صحيح فكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والعون ليس مادي فقط بل هناك غوانب غير مادية ومساعدات ودعم كيف يكون ذلك إذا كانت فكرتك عن الصدقة مجرد رمي أو إلقاء المال وخوف من الحديث والبحث في حال الفقير كي لا يشعر بالمن أو الأزع أيدي العليا خير من أيدي السفلة وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفر في عفه الله ومن يستغني غنيه الله لا خير في كثير من نجواهم إلا في أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة النساء 114 اقتصار النجوة اللي هي الوشوشة في الإسلام على الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس 7- الإنفاق من موجبات الرحمة من رغم من ضعف الحديثين الآتيين إلا أنهم هممان إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء قصنوا أموالكم بالزكاة تحافظ على المال وتزيدوا بين قصين ودعووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتدرع على الأقل من موجبات رحمة الله وأقيموا الصلاة وآت الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون النور 56 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الأعراف 156 يتقون يؤتون الزكاة يؤمنون بآياتنا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم التوبة 99 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرا عند ربك سوابا وخيرا أمل الكهف 46 الباقيات الصالحات الصدقة الجارية ما هي الباقيات الصالحات تمانية إجودة بالموجودة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون التوبة 121 راحز صغيرة أو كبيرة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصداقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذابا أليم التوبة 79 النفقة بالجهد وما أنفقتم من نفقة أو نزرتم من نزر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار البقرة 270 9 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة 277 الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أزى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة 262 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة 274 10 الله العظيم يقترد فهل أنتم مقردون القرد الحسن لله من أسور التجارة مع الله إن المصدقين والمصدقات وأقردوا الله قردا حسنة يضاعف لهم ولهم أجر كريم الحديث 18 ولقد أخذ الله ميساك بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيبة وقال الله إني معكم لأين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأقردتم الله قردا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل المائدة 12 إن ربكم يعلم إنك تقوم أدنى من سلس الليلة ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاكرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاكرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأكردوا الله قردا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم مية واحد عشرين المتزم العشرين حداشر الله يربي الصدقات ولا يجازي بالمصر كما يجازي بالمصر كيفا لقوله فما جزاء الإحسان إلا الإحسان يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل قفار أسيم البقر امتين ستة وسبعين وما أتيتم من ربى يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وقه الله فأولئك هم المضعفون الروم تسعة وتلاتين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم البقر امتين واحد وستين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلنوا الله بما تعملون بصير البقر امتين خمسة وستين وفي تحريم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظا من ربه فانتهى فله ما سلف وعمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقر متين خمسة وسبعين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وزروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين البقر متين تمانية وسبعين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون آل عمران مية وثلاثين وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليمة النساء مية واحد وستين اتناشر مفهوم التجارة مع الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور فاطر 29 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الصف 10 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الطورات والإنجيل والقرآن ومن أوفأ بعهده من الله فاستبشروا ببعاكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التوبة 111 13 الزهد في المال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشونك السادة ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهات في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاصقين التوبة 24 رجالا لا ترهيهم تجارة ولا بيعا ذكر الله وإقامة صلاة وإتاءة الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار النور 37 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الجمعة 11 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون الجمعة 9 14 أصول التجارة وعدم أكل أموال الناس بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم النساء 29 ولا تقربوا ما لا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان زي كربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الأنعام 152 ولا تقربوا ما لا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مساعدا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون الأنعام 152 ولا تقربوا ما لا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الإسراء 34 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون الرشوى البقرة 188 ويلوا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون المطففين واحد وثنين الميزان والغش وبخس الأشياء ألا تضغف الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان الرحمن وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينها من ربكم فوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسروا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين الأعراف 85 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط حود 84 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين حود 85 15 تحريض على الإنفاق يا أيها الذين أمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون البكر 254 وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكون من الصالحين المنافقون 10 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير الحديد 10 لينفقوا زي ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفقوا مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ساجع على الله بعد عسرا يسرا الطلاق 7 16 الانفاق نجا من التهلك على مستوى الفرد والمجتمع وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك واحسنوا إن الله يحب المحسنين البقرة 195 فقلة الانفاق الاستثماري والخدمي تدمر الاقتصادات كذلك زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية تدمر المجتمع 17 العفو أولى الانفاق يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون البقرة 2019 هناك معنايين للعفو نرى أنك لاهما فحيح العفو أو الفضل والزيادة عن الحاجة والعفو الصفح الجميل عن الناس المسيئة قال العفو ما يفضل عن أهلك يعني الفضل أفضل مالك وأتيبه قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فليزي قربتك فإن فضل عن زي قربتك شيء فهكذا وهكذا تمنتاشر التصدق بالعفو في القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ألنا إلى خمسة واربعين تسعتاشر ولا تتيمم الخبيث الله طيب لا يقبل إلا طيب كثير الأموال يا أيها الذين آمنوا تكوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غنيا حميد البقرة 267 عن عائشة رضي الله عنها أن الصدق تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير ولذلك كانت تطيب النقود قبل أن تتصدق بها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحدا بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمر فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلأوه أو فصيله التوبة الآية 104 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم عشرين درجة البر الإنفاق مما تحب على حب السراء والدراء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أهلا عمران 92 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبيز القربة ويتامة والمساكين وابن السبيل والسائدين وفي الرقابة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والدراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البقرة 177 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم قفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون التوبة 54 الإنفاق ينبغي أن يقوم بحب وليس قراها الذين ينفقون في الصراء والضلاء والقازمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإنفاق في العسرة آل عمران 134 21 أشياء لا تشترى بالمال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الأنفال 63 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض زابا ولو افتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين آل عمران 91 يوم لا ينفع مالا ولا بنون فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما أتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بحديتكم تفرحون الشعراء 88 ما يغني عنه ماله إذا تردى الليل 11 فيوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الحديد 15 ما أغنى عني مالية الحاق 28 ما أغنى عنه ماله وما كسب المسك 2 22 ماذا يفعل الفقراء في عبادة الإنفاق ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم التوبة 91 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيدوا من الدمى حزنا ألا يجدوا ما ينفقون التوبة 92 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون النحل 75 قال الرسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحقون قال وأنتم تصلون وتصومون وتحقون قلت يا تصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العزم رفعك العزم عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك الضعيف بمعنى الفقير بفضل قوتك صدقة قال رسول الله على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال قال لأن من أبواب الصدقة تكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المركر رواه مسلم وأحمد والبيهقي 23 التبزير والإصراف والسفة الزهد للإصراف الاعتدال في الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الفرقان ستة وآتزة قربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبزل تبزيرا إن المبزلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه قفورا 26 27 الإصراء وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزلع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمره إذا أصمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأنعام 141 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأعراف 31 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا النساء خمسة كل من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى طه 81 وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبزرا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبة النساء ستة ابتلوا أي اختبروهم في الإنفاق الإسراف ذكر الإسراف في القرآن بمعاني متعددة منها الإسراف في الزنوب بمعنى الإفراط والمعنى فيما يخص الماديات هو الإهضار والاستنزاف والجور والاستنزاف والجور والمبالغة والإنفاق على بنود استفزازية ورفاهيات وكماليات يمكن الاستغناء عنها أما الضروريات فلا أظن أنه مقصودة بالإسراف المطلوب هو الزهد لقول عمر بن الخطاب تخوشنه وتمعدنه فإن النعم لا تدوم وعمر كان يرتدي جبه من الصوف به أربع عشر رقعة وتبعه الصوفية من الزهد والعباد ممن يرتدون الجبه أو الصوف إن جلباب عمر بن الخطاب بالرغم من أن عمر كان إمبراطور يحكم دولة بمساحة قرة كاملة يدل على زاهد في ملبسه لا يعكس هذا الزهد قلة الإنفاق بقدر ما يعكس التواضع والبعد عن الفخر والعجب والرياء والخيلاء الذي لا يحبه الله فالله لا يحب من يمشي في الأرض مرحة ولا يحب كل مختال فخور ولقد حرم الرسول لبس الحرير وزهب للرجال وأجاز لبس الحرير لبعد الرجال لظروفهم الصفية إن المقصود هو عدم الفشخرة والبهرجة والتواضع والإحساس بالمساواة بين الناس وإنني ليس أفضل من أحد مثلما لا أحد أفضل مني وقال رسول الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالإنسان بعمله ومطلوب منه التواضع للخالق والانقصار بين يديه والبعد عن التقبل والغرور أو عدم احترام الناس عدم معرفة منازلهم أو احتقارهم وجحد حقوقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته مصرح شعر رأسه الطويل وهي الجمة إذا خصف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ومعنى يتجلجل يتحرق في أعماق الأرض والجلجلة الحرقة مع الصوت رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم ثلاث محلكات شح متاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أخرجه البهايقي وحسنه الألباني قال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك في سنين القنوة والعجب وإنما جمع بينهم لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير والقالت لا يسعى ولا يطلب والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد زفر بمراده فلا يسعى والشعور بالكبر من كبائر الزنوب ومن الشرك المخفي سواء الكبر بالمال أو الجمال الخلقي أو الأخلاق أو العلم أو الالتزام الديني أو الحسب أو النسب أو الجاه أو السلطة أو المكان الاجتماعي أو الوضع الوظيفي أو الأناقة أو الشياكة أو البريستيج أو الرقي الحضاري إلى آخر ما يطبعه بالإنسان ويفتخر ويستعرض به على الآخرين النساء الآية 36 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لقمان الآية 18 ولا تصعر خدك للناس بمعنى تعرض عنهم ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور الحديد الآية 23 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هول الآية 10 ولا أين عزقنا نعماء بعد دراء مسته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور يونس الآية 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خيرا مما يجمعون يجادل البعض بأن الله لم يحرم الزينة وأن الله جميل ويحب الجمال ولكن الزينة والجمال شيء والإنفاق على ما يجعلنا نشعر بالتميز عن الناس شيء آخر 24 الفدية القفارة البقرة الآية 196 وأتم الحج والعمر لله فإن أحسرتم فما استيصر من الهدى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أزى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسخ فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيصر من الهدى فمن لم يجد فصيام سلاسة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل وحاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب البقرة الآية 184 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فيه تطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرا له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون المائلة الآية 89 لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الإيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد تصيام ثلاثة أيام ذلك كفرت إيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون المائلة الآية 95 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زو عدل منكم هدايا بالغ الكعبة أو كفارة فطعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوك وبال أمره وعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز والزنتقام المجادلة الآية 4 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمثل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنه بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم القربان والنزل والفدية والكفارة من المفاهيم الإنفاقية وتاهل في الدين نوع من الإنفاق البقرة الآية 28 وإن كان زو عصرة فنزرة إلى ميصرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون 26 اللمز في الصدقات لأسلاب شخصية التوبة الآية 58 ومنكم من يلمزك ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردو وإن لم يعطوا منها إذ هم يسقطون 27 آية الزكاة الزكاة نوعا من الصدقة المفروضة على ثمانية مصارف التوبة الآية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب تحرير الرقاب في الحرية والتحرير الغارمين المديونين في سبيل الله ابن السبيل خلاف جدلي هل حق الله في المال الزكاة فقط التوبة الآية 103 لا تخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سخن لهم والله سميع عليهم الأخذ الإجباري مصالف أخرى الإنفاق يسألون كماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بي عليهم البقرة 215 للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعصف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليهم البقرة الآية 273 احسروا في سبيل الله أي مجاهدون بسيف أو مجاهدون بدون سيف تركوا دنياهم من أجر آخرتهم على المجتمع أن يكفلهم دون طلب منهم وإذا حضر القسم أولو القلب واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا النساء الآية 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم لا تتبعوا الهوى إن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير النساء 135 يوسف الآية 88 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيزة ما السدى وألنا الدر وجئنا ببضاعة مرجى فأوفى لنا الكير وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الصدق الخفية في البيع والشرى ثمانية وعشرين طعام الطعام الحج الآية 28 يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة الأنعام فكلوا منها وطمعموا البائس الفقير الآية 93 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما أنفقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين النور الآية 61 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيهه أو صديقكم ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الإنسان الآية 8 ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير الإنسان الآية 9 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور قريش الآية 4 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف المدسر الآية 44 ولم نكن نطعم المسكين الحاق الآية 34 ولا يحض على طعام المسكين الإنسان الآية 8 ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير الفجر الآية 18 ولا تحض على طعام المسكين البلد الآية 14 أو إطعام في يوم زي مزغبة المعون الآية 3 ولا يحض على طعام المسكين 29 الخلطاء صاد الآية 24 قال لقد ظلمك بسؤالك نعجته إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 30 حكم التقدير الرزق وقليلا ما هم وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخرر كعا وأناب الشورى الآية 27 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصير النحل الآية 71 والله فضل بعدكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون الفجر الآية 16 وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني 31 الرزق وعد الزريات الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون 32 الرزق غير المادي الواقع الآية 82 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 33 قتل الأولاد من أجل المال الأنعام الآية 140 قد خسر لذيل قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الأنعام الآية 151 قل تعالة لمحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن رزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحف ما زار منها ونبطا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الإسراء الآية 31 ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 34 من حيث لا يحتسب التراك الآية 3 ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر 35 الإنفاق الزوجي النساء الآية 30 وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما 36 خدمة وانتظار أجر رمزي من المتطوع القصص الآية 24 فسقى لهما ثم تولى إلى الزل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير 37 العقوبات المادية لعدن طاعة الله النحن الآية 112 وضرب الله مسألة قرية فان كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون 38 عدم حمل هم الرزق والاهتمام بالسعي والعمل طاه الآية 132 وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يتترك البحث المواضيع في القرآن الكريم إلى محاولة ترثيلية تنظيمية لموضوعات القرآن الكريم والتي تتطابق مع موضوعات الواقع والحياء ككل كمحاولة للتفصيل الموضوعي أولا ثم التفصيل اللغوي منفتح الدلالة وفضل التباسات التفصيلية المتكونة بفعل الرواسب التاريخية السياسية والاقتصادية والثقافية الذي أدت لإنحرافات شديدة في المعنى تبعون حراف في التطبيق والممارسة الدينية وكل ذلك يتم بغية محاولة إعادة اكتشاف الإسلام الأصري بغية تطبيقه في الممارسة اليومية والحياة الموضوع في هذا البحث هو الإنفاق ترجمة نانسي قنقر